فنون العمران بالمغرب يكمن سحر المغرب في تنوع مناظره وسكانه وهندسة أبنيته العمرانية فالمدينة المغربية يتوسطها مسجد جامع تندرج حوله القباب والمدارس القرآنية وحوانيت الصناع وإذا كان الدور الرئيسي للمسجد هو إقامة الشعائر فإن ما يزينه هو إبداع الصناع الهندسي الإسلامي بصفة عامة والطابع المغربي بصفة خاصة أما البيت المغربي الحضري التقليدي فإنه منزل عربي في مفهومه يطمح العربي فيه أن يجلب السماء إلى بيته لذلك يبني غرفه بشكل مستطيل غالبا ويترك الفضاء واسعا مضاءا بنور الشمس والقمر تزينه غالبا نافورة في وسط ساحته ترسل الماء من أنابيب في غاية الروعة إن الدار المغربية دار عربية لأن تصميمها الهندسية صادر عن ذوق أصيل قائم على فن الموحدين في البناء بالمدن الأندلسية والمرينيين في كل من فاس ومكناز وتطوان التي تحتفظ بذكريات الأندلس وقد بلغت الحياة التي كان المرء يحياها ولا يزال بين الجدران المزينة بالزليش والمزخرفة بالجبس والخشب حدا عاليا من الظوق ورقة العيش تضاف إلى ذلك نماذج من البناء الصحراوي المعروف بالقصبات المنتشرة في الجنوب وهي نماذج هندسية لها جماليتها وتتكون من طبقين غالبا ويحيط بالقصبة من كل زاوية صور ذو جدران عالية مع حصن مجلل بفجوات يطل منها المدافعون على قصبتهم عند الهجوم عليها ويزين الواجهات العليا صور هندسية من الآجر وثغرات ضيقة موشومة بشبابيك من الحديد هذه المساكن المحصنة تأوي سكانا يحافظون على تقاليدهم ويتكلمون الأمازيغية وأجمل هذه القصبات توجد على طول ضفتي دادس ورافده وادي مقون ترجمة نانسي قنقر